صنية بطاطا ممكن تعملوها لما تكونوا محترين ومش عارفين شو تطبخوا في خلال ساعة كون صارت جاهزة وما بده مكونات كثير لو كانت هاي اول مرة بتتابعونا يارا تضغطوا على زر اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس بتوصلكم الفيديوهات اول باول ويلا نبلشوا الطريقة بالاول بحضر الدجاج بكون مغسلته منيح ومصفيته وعننا بطاطا حسب افراد العيلة انا بحط حبي متوسطة لكل فرد ورح نحتاج لوصلك كبيرة وشوية بهارات حسب رغبتكم وورقة غار واكيد الملح انا عادة بطبخ بطنجرة الضغط بحطيت شوية زيت زيتون ودفيته وحمصت فيه البهارات حطيت بهار مشكل بابريكا وركم فلفل اسود مع الغار والملح بعد التحميصة البسيطة نزلت عليهم قطع الدجاج بشوحهم لحتى ياخذوا نكهة البهارات والنار تكون شوي عالية بعدين بنزل عليهم البصل وممكن تقطع البصل جوانح كمان بكون احسن بس اخذوا نكهة بعض رح اوطي تحتهم وبغطي الطنجرة وبتركهم ربع ساعة لينزلوا شوي من المي تبعتهم بعدها بضيف عليهم نص كوب من المي ورح اغطيهم لربع ساعة ولو ما عندكم طنجرة ضغط اعملوها بالطنجرة العادية وضيفوا كاسة المي وخلوها على نار واطية ولو نشفت المي ولسه مش مستوية فيكم تضيفوا مي بكميات قليلة لحتى تستوي الهدف انه احنا ما بدنا نخلي عليها كمية مي كبيرة بدنا نطبخها على ميتها اثناء ما تستوي الدجاجة قطعت البطاطا شرايح رفيعة بهالشكل اللي شايفينه سخنت الزيت وقاليتهم لو شايفين معي كمية المي او السوس مناسبة لكمية البطاطا حطيت البطاطا بصنية الفرن وعليهم الدجاج بس للأسف الصورة ضاعت منه ورح احمرهم بالشواية وهاي النتيجة النهائية صنية بطاطا بتشهي ممكن توكلوها مع الصلطة واللبن والمخللات وبالمناسبة طريقة مخلل الاخيار حتلاقوها تحت الفيديو بالوصف الوصفة جدا طيبة وجدا سهلة ما حتأخذ معكم وقت وهي كم نوصل لآخر الفيديو اتمنى تكونوا استمتعتوا وانتو بتحضروا واي سؤال او استفسار وكتبو لنا تحت بالتعليقات لا تنسوا تتعامونا باللايك والشارع السبسكرايب ونشوفكم بوصفات جاية شكرا كتير لمتابعتكم يعطيكم الف عافية لو برضه ممكن ان بيكلوا ثوم سلين ثوم لكل علبة كمان بيعطي طعم روعة رح نتركه لامد من اسبوعين لعشرين يوم تقريبا حسب الجو اشتركوا في القناة